موسيقى أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة رياضيات للسنة الثانية باكالوريا علوم جريبية في حصة اليوم نرى 80 من تمارين درس دراسة الدول وبالضبط نرى 85 من امتحان الباكالوريا للسنة الثانية الدورة العادية لسنة 2012 تمارين قاسم إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول في دراسة إشارة دالة على مجال معلوم الجزء الثاني في دراسة دالة حساب النهايات تحديد المقاربات تحديد الفروع اللانهائية إضافة إلى إنشاء المنحنة والجزء الأخير في تكامل طبعا نحن في حصة اليوم لا نرى تكامل وإنما نقتصر على الجزء الأول والجزء الثاني من تمارين إذن جوابوا على السؤال الأول السؤال الأول يقول لتكون جيدة للعددية المعرفة على المجال صفر زائد من النهاي بما يلي الجلي إكس وساوي إكسوس 2 ناقص واحد زائد إثنان إكسوس 2 إلن لإكس الهدف من تمارين هذا هو دراسة إشارة هذه الدالة هذه السؤال الأول يقول بين أن إكسوس 2 ناقص واحد وإثنان إكسوس 2 إلن لإكس لو ما نسل إشارة على المجال المفتوح صفر واحد ثم سنتج أن الجيل إكس أصغر من أو يساوي صفر لكل إكس من المجال صفر واحد إذن أول شيء لدينا نعتبر واحد الإكس ينتمي إلى المجال صفر واحد هذا يعني ماذا؟ يعني أن إكس محصور بين الصفر والواحد إذن رفع إكسوس 2 جيني إكسوس 2 محصور بين الصفر والواحد يعني أن إكسوس 2 ناقصنا منه واحد ويعطينا قيمة سالبة وبالتالي فإن هذا التعبير هذا سالب نكتب هنا إذن ولدينا أيضا نحن نعلم أن إعلان إكس تكون أصغر من صفر إذا كان إكس ينتمي إلى المجال صفر واحد هذا يقلنا في الترس أن إعلان تكون سالبة إذا كان إكس محصور بين الصفر والواحد ونعلم أيضا أن إكسوس 2 هي قيمة مجابة بما أن إكس يخالف صفر إذا سالب مجاب فك أعطينا عدد سالب يعني أن القيمة إثنان إكسوس 2 إلن لإكس فهي سالبة وبالتالي فالعددين إكسوس 2 ناقص واحد وإثنان إكسوس 2 إلن لإكس لهم نص الإشارة لهم سالبين ومنه لكل إكس من المجال صفر واحد فإن الجيل إكس قد يتكون سالبة وذلك كونها مجموع عددين سالبين قد رزيدها هنا لأنها مجموع عددين سالبين مجموع عددين سالبين فهو عدد سالب هنا في التمنية أعطينا صفر واحد المجال واحد فالمجال أعطينا فإن العدد واحد ضمن المجال إذا نحسب الصورة دي العدد واحد إذن بما أن نحسب الصورة دي العدد واحد ما هي تعطينا؟ هي واحد أس اثنان ناقص واحد زائد اثنان في واحد أس اثنان إلن لواحد ما هي تساوي؟ واحد أس اثنان ناقص واحد هي صفر وألن لواحد هي صفر وهذا جداء في صفر فإنه غير يساوي صفر صفر مع صفر سعطينا صفر يعني أن الجميع هو صفر بالتالي فإننا نقدر نقول بأن لكل إكس ينتمي إلى المجال صفر واحد مغلوق فإن نفذ الحالة نقدر نحيط قطعا ونكتب أو تساوي صفر وكذا كنت نكون جوابت على السؤال الأول وخذيت صفر فاصلة 75 ده ده ما السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يقول بين أن إكسوس إثنان ناقص واحد وإثنان إكسوس إثنان إلن لإكس لو ما نست إشارة على المجال واحد زائد ما لنهاية ثم استنتج أن الجيل إكس أكبر من أو يساوي صفر لكل إكس من المجال واحد زائد ما لنهاية تلاحظ بأننا السؤال الفرق هو في المجال إذن نعود لنستطريقة لنستطريقة في الحل لدينا أن نعتبر واحد إكس ينتمي إلى المجال واحد زائد ما لنهاية شيء سمعنا نقول بأن إكس سيكون أكبر قطعا من واحد إذن فإن إكسوس إثنان تكون تأكبر قطعا من واحد أي أن إكسوس إثنان ناقص واحد سيكون أكبر قطعا من صفر يعني أن هذه القيمة فهي مجاب بينما بالنسبة للإيلين فنحن نعلم أن إيلين إكس تكون مجاب قطعا إذا كان إكس ينتمي إلى المجال واحد زائد ما لنهاية ونعلم أيضا أن إكسوس إثنان مجب إذن مجب مع مجب وغيرتين عدد مجب إذن فالقيمة إثنان إكسوس إثنان إيلين لإكس تهيه تكون مجابة طبعا كما أن إليك المجال المفتوح لكما أن أسمع لكما أن أسمع'm يتنمي إلى المجال المفتوح و هنا أعطي أنه تساوي فاني كم شيء نحسب جيلي واحد طبعا فهي تحسب تخرجت لي صفر بالتالي نقدر نقول لكل إكس من المجال نقدر ندخل واحد في المجال ديالي فان جيلي إكس تكون أكبر من أو يساوي صفر وهكذا حصلت على صفر خمسة وسبعين الثاني دوز الدباج الثاني المتعلق بذراسة الدلة F نعتبر الدلة العددية F المعرفة على المجال صفر زائد مال النهاية بما يلي لدينا Fx تساوي x2-1 في Lnx طبعا هنا X ينتمي إلى المجال صفر زائد مال النهاية صفر بفتوح السؤال الأول يقول بين أن Limit حينما يأول X إلى صفر على اليمين لFx هو ساوي زائد مال النهاية وأول نتيجة هندسيا إذا نحسب النهاية حينما يأول X إلى صفر على اليمين لFx وهي Limit حينما يأول X إلى صفر على اليمين للجداء X2-1 في Lnx نحسب النهاية لكل طرف من هذا ماذا تعطينا؟ بما أن نحسب النهاية حينما يأول X إلى صفر على اليمين للقيمة X2-1 نحسب النهاية حينما يأول X إلى صفر على اليمين لLnx فحسب الدرس تعطيني ناقص مال النهاية نحسب النهاية حينما يأول X إلى صفر على اليمين لLnx هي جداء هذه النهاية اللي هو ناقص 1 في ناقص مال النهاية اللي هو زائد مال النهاية ومنه كتأوي الهندسي فإن السائف يقبل مقاربا عموديا ما هي معادلة دياله؟ صحيح معادلته X يساوي صفر دوزو دابا السؤال الأول باء السؤال الأول باء المطلوب هو أحسب الليميت حينما يأول X إلى زائد مال النهاية لFx ثم بين أن الليميت حينما يأول X إلى زائد مال النهاية لFx على X كيساوي زائد مال النهاية ثم بين أقصين يمكنكم كتابة Fx على X على الشكل X2-1x في Lnx إذن حسبوا عدنا الليميت حينما يأول X إلى زائد مال النهاية لFx هكذا تساوي هي الليميت حينما يأول X إلى زائد مال النهاية للجودة X2-1 في LLX كما ذلك قبينا نعود ندروا هذا بما أن نحسب النهاية دل كل طرف بما أن الليميت حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية لLLX حكي ساوي فالدرس عندنا هو زائد ملا نهاية بينما الليميت حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية X2-1 هي تاية أيضا زائد ملا نهاية لأن حسناك يغرب على الواحد وهذا رقيته في سنوات الفريطة يعني لا تحتاج دي طائفها بزاف إذن فإن الليميت دل F-LX حكي ساوي كدير جودة زائد ملا نهاية زائد ملا نهاية زائد ملا نهاية إذن شوفوا دابا من F-LX على X لدينا الليميت حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية لF-LX على X نعوده هو الليميت حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية لX-2-1 إلن لX الكل على X ثم في المعطيات نعطي نجمعه ندير X مع X-2-1 يعني يتلعديه الليميت حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية لX-2-1 إلن لX إذن نحسبه كل طرف بحث نحسبه الطرف الأول بما أن الليميت حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية لX-2-1 لX-1 كتساويه الليميت حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية نعمل الفوق بX-2 أتقالية 1-1 على X-2 والمقام أتقالية X بدلا نختازل أتعطني الليميت حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية نختازل هنا بX أتقالية X عامل ل1-1 على X-2 لهي هنا واحدة غيبقى واحدة ملا نهاية هو صفر 1-0 هو واحد وut陳小 hacks إذا ارغبت القيمة ب Bayern فنحننع الجدد الليميت الحينما يأول X إلى زائد منحर العمل Little حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية للحينما يأول X أن el-2 قبل فرعا شل جميعا تجاهه محور الأراتيب لأن النهاية خرجت لي زائد ما لا نهاية طبعا تشي بجوار تحسبنا النهاية عندها زائد ما لا نهاية